موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل والبداية بأبرز العناوين بحاح الحكومة تسعى لتعزيز دور السلطات المحلية وضبط الأمن في المحافظات المحررة قائد المقاومة الشعبية في تعز يستنفر أبناء المحافظة لبدء عملية كسر الحصار وتحرير المدينة مرحبا بكم أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح على الدور الكبير للسلطات المحلية في مختلف المحافظات وقال خلال لقائه محافظة لحج ناصر محسن الخبجي إن الحكومة تسعى لتعزيز دور السلطات المحلية وتوسيع صلاحياتها وتيسير الدعم الممكن لها حتى يتسنى لها العمل بما يلبي تطلعات المواطن من ترسيخ للأمن والاستقرار وتحسن الخدمات الأساسية والعامة وأشاد بحاح بالأدوار الإيجابية لأبناء محافظة لحج وما قدموه من صور مشرفة مع إخوانهم من المحافظات المجاورة من خلال التصدي للإنقلابيين من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وكذا الدفاع عن الأرض والعرض وحفظ أمن واستقرار محافظتهم وشدد بحاح على ضرورة تعزيز الجوانب الأمنية بما يضمن سير الحياة بصورة طبيعية والتصدي للجماعات المتطرفة والآثمة التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة في مختلف المدن والمناطق دعا قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز الشيخ حمود المخلافي أبناء المحافظة إلى النفير العام لتحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع وفك الحصار الجائري عن مدينة تعز وحث المخلاف كل أبناء المحافظة للاستنفار على الخروج من أدل الدفاع عن كرامتهم وعيشهم وحريتهم وتأتي هذه الدعوة للنفير العام بالتزامن مع تقدم تحرزه المقاومة والجيش الوطني في مديرية المسراخ وحديث قيادات في المجلس العسكري للمحافظة عن استكمال الترتيبات لبدء عملية كسر حصار تعز وتحريرها من كماشة الميليشيا الإنقلابية قالت قناة الجزيرة إنه تم الإفراج عن مراسلها في اليمن حمد البكاري وزميليه المصور عبد العزيز الصبر والسائق منير السبأي وفي أول تعليق له قال البكاري في صفحته على الفيسبوك إن عملية اختراق أمني من خلالها تم اختطافنا لنجد أنفسنا بيد الحثيين في منزل يتبعهم داخل تعز قالوا لي أنت عند الإمام عند السيد عند أبو طالب وكنا نسمعهم يرددون الصرخة والموت لأمريكا وقال إنهم تعرضوا لتعذيب نفسي فضيع وأنه كان لحملة التضامن مع المختطفين دور كبير صعب على الخاطفين تهريبهم إلى خارج تعز وأضاف البكاري نحن أكثر قوة وصمودا ونحن نقوم بمهمة جليلة في نقل الواقع وإرجاع الناس وأوجاع الناس وإيصال الحقيقة والدفاع عن حق الجميع في المعرفة ولن نخاف أو نتراجع يوما عن القيام بهذا الواجب وقال فشلت خفافش الظلام وفشل إرهاب الجماعات القادمة من خارج الزمن شن رجال الجيش الوطني مسنودين بأبطال المقاومة الشعبية يوم أمس الماضي هجوما كاسحا على مواقع ميريشيا الحوثي والمخلوع في مديرية المسراخ بتعز خطوات فقط حتى يستعيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مركز مديرية المسراخ بعد استعادتهم للكثير من المواقع والقرى في الأيام الماضية بينما الميليشيات تستميت للدفاع عن مواقعها وهي تخسر كل يوم والآن المواقعات تدور في الغفيرة وتعتبر الغفيرة هي الآن تحت سيطرة القوات الوطنية وتحت سيطرة الجيش الوطني البازل وبعون الله تم السيطرة وقضع خط الإمداد على المتمردين الحوثيين وكان عدد قتلاهم بالعشرات والآن الكلاب تأكل من قتتهم لكن إنسانية لم تسمح بذلك فحملناهم في سيارات وسلمناهم إلى القهات التي يسدلون عليها أفراد المقاومة والجيش الوطني مصرون على تطهير كل المناطق من الميليشيات التي لا تجيد سوى استهداف المدنيين والقرى بالأسلحة الثقيلة يقول للحوثيين أنه كفى لو كان عندهم عقول لما ورطوا الأطفال والمقاتلين أحقهم التابعين لعبد الملك الحوثي والعفافيش التابعين للمخلوع صالح كفاء دماء يعني يرهقون هؤلاء الشباب ويقدموهم طعم ويتم ذبحهم والآن يعني على مشهد ومرأة ومسمع لحومهم تنهشه الكلاب أينما تصل المقاومة ويسيطر الجيش الوطني تستعيد المنطقة عافيتها وتبدأ الحياة بالتحرك إلى الأمام أكسى الميليشيات التي لا تجيب إلا الخرار المعلوميات مرتفعة جدا يعني عند الأفراد وخاصة بعد تحقيق الانتصارات هذه الأخيرة سبب ترقاعتنا بعض الأحيان الألغام الذي تعيق التقدم سبب بعض العملاء والخوانة المتعاونين مع الحوثيين هنا موقع الكسارة المكان الذي وصلت إليه الميليشيات بينما اليوم تدور المعارك هناك بمركز مديرية المصراخ وتراجع كبير للميليشيات أمام ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المصرين على استعادة كل شبر سيطر عليه الغزاة محمد يوسف لقناة سهيل تعز صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتمركزة في نقطة الحجر بمديرية مجزر في محافظة مأرب هجوما لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الإنقلابية نتابع أفشلت قوات الجيش الوطني المرابطة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب هجوما شنته ميليشيات الحوثي وصالح على نقطة الحجر التي يتمركز فيها الجيش بعد أن حاولت الميليشيات التسلل لاسترداد المواقع التي سيطر عليها الجيش والمقاومة بعد أن حاولت الميليشيات التسلل لاسترداد المواقع التي سيطر عليها الجيش والمقاومة في الفترة الماضية إلا أن يقضت أبطال الجيش الوطني قد أفشلت الهجوم وأجبرت الميليشيات على الفرار حاولوا الهجوم وصديناهم وخسرناهم الخسائر الكادحة وكسرنا الهجوم وكلما حاولوا أن يتقدموا فينكسروا وأن الهزيمة النكرى تلحقهم والخزي العاري يلحقهم قام العادي بمحاولة يائسة من هذا الاتجاه بحاول التقدم والهجوم على مواقعنا هذه المواقعين عليها وكان هجوم شبه ضعيف وليس أمام قواتنا وإنما كان ضعيف جدا وتم صدقوا كما تراهم في التبه اللي قدامك الآن يجرون وراءهم ذيول الهزيمة ممكن تلقى على سورة الآن قدامك يهرب وبعد أن صد رجال الجيش الوطني هجوم الميليشيات نفذوا هجوما عكسيا استطاعوا من خلاله التوغل والسيطرة على مواقع كانت الميليشيات تتمركز فيها وأجبروها على الفرار منها تاركة خلفها عددا من القتلى والجرحة ردينا هجومهم وتقدمنا عليهم هجمنا هجمه معاكسه وألحقنا بهم أضرار عديدة منها القتلى منها الجرحة منها الفارين وطاردناهم لأقراهم إلى مناطقهم إلى متارسهم إلى كل مكان وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدما كبيرا بسيطرتها قبل أيام على السلسلة الجبلية الممتدة شمال فرضة نهم باتجاه منطقة الصفراء التي تقع في مديرية الغيل بمحافظة الجوف قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع قرا في مريس في محافظة الظالع بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية مما واقعها في مدينة دمب وقال سكان محليون في مريس إن الحوثيين أمطروا قراهم بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا بشكل جنوني مساء الأمس يأتي ذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات متقطعة بمختلف الأسلحة في جبهة يعيس وقال شهود عيان إن الميليشيات تطلق قذائف مضيئة للكشف عن مواقع المقاومة والجيش الوطني قال مصدر في المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة في محافظة الضالع إنما جرى في مدينة قعطبة من إثارة للقلاقل وأعمال القتل لم تكن عفوية أو محظ صدفة بل كان مرتبا لها بهدف إثارة الفوضى وإشاعة الفتنة بالمديرية في ظل تعرض المديرية لهجمات شرسة من قبل الميليشيا الإنقلابية التي تحاول العودة مجددا للسيطرة على المحافظة عبر جبهتي مريس وحمك وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه إن هذه الترتيبات والتنسيقات اتضحت خلال قيام طقم يتبع أحد قادة النقاط الأمنية الممتدة في الخط الرئيس بين قعطبة والظالع والذي له سوابق في التقطع والنهب وإثارة الفوضى بالدخول إلى قعطبة مساء يوم أمس وعلى ضوئها جرت أحداث وصفها بالمؤسفة والتي استغلها مرتزقة المخلوع للقيام بأعمال تخريبية كقطع الطريق ومحاولة توظيف جريمة القتل واستثمارها بصورة مناطقية وجهوية قال وزير الإعلام محمد عبد المجيد قباطي إن الحكومة تعمل من أجل إطلاق البث الإذاعي لمحطة مأرب وإعادة بث قناة سبأ الفضائية خلال الفترة القريبة القادمة وأكد قباطي خلال لقائه محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة أن المحطة الإذاعية ستسلط الضوء على الدور الإيجابي والفعال المنوط بالمجتمع في هذه المرحلة خاصة وأن بث المحطة سيغطي المحافظات المجاورة لمأرب وهي البيضاء وأمانة العاصمة ومحافظة الذمار والجوف كما ناقش وزير الإعلام مع العرادة التفاصيل المتعلقة بإعادة تأهيل قناة سبأ الفضائية للعمل من محافظة مأرب وأكد قباطي أن عودة قناة سبأ تمثل جزءا من خطة وزارة الإعلام لتفعيل الإمكانات البشرية في قطاع الإعلام في مختلف المحافظات ولتصبح القناة إحدى أدوات المجتمع في مأرب والمناطق المجاورة لها في البناء الفكري والثقافي والدفاع عن القضايا الوطنية قتل وجرح عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع مساء الأربعاء في كمين نصبته المقاومة الشعبية في إقليم آزال واستهدف الكمين تعزيزات للميليشيا على الطريق العام في منطقة رصابة بمديرية جهران شمال مدينة ذمار وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح المسلحين وإعطاء بالطقم الذي كانوا يستقلونه دهم مسلح ميليشيا الحوثي والمخلوع عددا من المنازل في مدينة ذمار للبحث عن شخصيات مناوئة للميليشيات الإنقلابية وقال سكان محليون في ذمار إن مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع داهموا عددا من المنازل في حي مجمع السعيد التربوي شمال المدينة واختطفوا نجل عبد العزيز التعزي كما داهموا منزل علي الآنسي بقوة السلاح رغم عدم تواجده بداخله شهود عيان أكدوا أن عمليات المداهمة والاقتحامات تمت بصورة مستفزة وأثارت الرعب بين الأطفال والنساء شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع حملة مداهمات واختطافات في مدينتي البيضاء وردع واختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع اليوم عضو المجلس المحلي بمديرية الصومعة الخطاط أحمد محمد الفروي من مقر عمله بمدينة البيضاء كما اقتحمت ميليشيا الحوثي والمخلوع مكتب محامات بمدينة ردع واختطفت المحامين وجيه الوجيه وأمين جمال الطهيف ونبيل جبران الرخمي ختام النشرة لا يبقى إلا أن نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء بحاح الحكومة تسعى لتعزيز دور الأمن ودور السلطات المحلية وضبط الأمن في المحافظات المهررة قائد المقاومة الشعبية في تعز يستنفر أبناء المحافظة لبدء عملية كسر الحصار وتحرير المدينة ختام النشرة إلى اللقاء دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة